اصحاح السبعة ناخد اربع عداد من عدد عشر راية اربع عشر وناخد كمان من متى اللي هو لقط الكلمة او لقط النبوءة من العهد القديم من عدد اصحاح الاول عدد اثنين وعشرين وثلاثة وعشرين بيقول روح القدس ثم عاد الرب فكلم احاز قائلا اطلب لنفسك اية اية يعني علامة اطلب لنفسك اية من الرب الهك عمق طلبك او رفعه الى فوق فقال احاز لا اطلب ولا اجرب الرب فقال طعم يتكلم اشعياء هنا اسمعوا يا بيت داود هل هو قليل عليكم ان تضجروا الناس حتى تضجروا الهي ايضا ولكن الاية اللي هي شغلاني وشغلاكم من الفين سنة ولكن يعطيكم السيد السيد نفسه اية هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عما نئيل عما نئيل نفس الشاهد دا الاخران اللي قريناه لقطوا متى بالروح القدس وامقيلوا في الشاهد اللي حنقراء من متى واحد وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب النبي بيتكلم عن الشعياء القائل هو ذا العذراء تعمل ايه تحبل وتلد ابنا ويدعونا اسمه عما نئيل وضاف عليها حتى تفسير صغيرة الذي تفسيره الله معنا امين تضلوا استريحوا يا رب دينا نعمة عشان نعرف نوصل كلمتك النهاردة باكتر جهارة النهاردة تحت رسالتنا تحت عنوان امان ويل او امان ويل الله معنا وكلمة الله معنا ما هيش كلمة جديدة عليكم تعرفوا ليه لانه لغاية النهاردة انتوا بتستخدموها اي شخص لو عنده حد عايز يسافر يقوله ايه يقوله ربنا معاك ولو عايز كمان تضيف عليها كلمتين تلاتة ربنا يحرسك ربنا يرجعك بالسلامة ربنا يحافظ عليك صح؟ ودايما لما حد يكتس في امر معين وانت حتى لو بتصلي لما بتصلي بتصلي لأولادك مثلا بتقوله ايه بتقوله يا رب خليك معاهم اسندهم امسك فيهم وعددهم ثبتهم خلي كلامك يا رب على حياتهم فدايما كلمة الله معنا او ربنا معنا او ربنا يحفظنا دي مش كلمة جديدة دي كلمة دارجة ولها معاني كبيرة جدا ودايما احنا لما نشوف الكلمة دي موجودة في حياتنا بنفكر هو الكلمة دي اتقالت على فم متة كانت لي ليه قالها متة وليه قالها اشعياء عارفينك دايما نحنا بناخد الكلام ده في يوم العيد تحديدا وبنتأمل عليه تأملات صغيرة وبنديش حق الكلمة هالعضراء حبلت طب بعدين حبلت يعني ايه الفرق معاك ما انت بتسمع الوعظة دي من الفين سنة النهاردة عايز اخدكم لبعد مختلف جدا عايز اجيب اصل الكلمة هي اتقالت لمين وتقالت ليه وايه استفاد انا منها بعد الفين سنة الكلمة دي اتقالت لشخصين لشخصين شخص الاول بالعهد القديم اسمه احاس كان ملك وكان بيكتس في الظروف صعبة كان على حياته حرب حديكم شوية كده عن حياته بعد ما اقول لكم الشخصية التانية اللي اتقالت ليه الجملة اللي قرينوها في انجيل متة تعرفوا لمين اتقالت في انجيل متة حد يعرف حد يعرف الاية دي تحديدا اتقالت لمين وازاي ما تعرفوش ها ها هقول لكم اتقالت لمين اتقالت ليوسف مين يوسف بالعهد الجديد خطيب مريم كان شاكك في نقاوة مريم كان شاكك في حبلها فقال خليني بالسر كده اسيبها اطلقها عشان اعملي عشان اسطر عليها وانا كمان ما بقاش خايف لتكون هي مثلا حبلت بالغلط او عملت حاجة هو بيفكر في الكلام ده ام نايم هو نايم ظهر له ملاك الرب في حلم وقال له اللي انتو سمعتوه من شوية قال له ما تخافش تاخد مريم ليك لان الذي حبل بيها هو من الروح القدس ورجع قال له الاية اللي انتو سمعتوها هو ده العدراء تحبل وتلت ابنا ويدعونا اسمه وبعدين ضف عليها حتة صغيرة مش موجودة في العهد القديم الذي تفسيره يبقى عندي شخصيتين بصوا على كلامي لانه مهم جدا لانه الكلام ده اللي بيتكتب حتى لو كانت نبوءة عن ميلاد المسيح لها بعد روحي كبير جدا النهاردة ممكن نستفيد منه كلنا الشخص الاول كان مين احاس اه انا حسألكم شوية ركزوا معايا لانه لو ما ركزتوش معايا هعيد الوعظة من الاول ومع التزبيح شخص الاول كان اسمه ايه احاس كان ملك والملك ده كان واحد من الملوك اللي الكتاب وصفه قال عنه ملك كان شرير ليه كان شرير الملك ده هقولكم قصة صغيرة في دقيقة واحدة بس احاس كان ملك شرير قبل ما اتقابل مع اشعياء ويقول له الاية دي كان في حياته في حياته حاجة غريبة جدا في حياته امر حصل مش منه ولا من ابوه لكن حصل من جده جده كان ملك اسمه عزية 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 ده كان ملك كويس جدا ملك صالح ولما يكون الملك كويس جدا وصالح جدا ورب لعيلة رب لعائلة وتشوفه يشتغل لخدمة الرب وتلاقيه بيعمل نهضة روحية ومرة واحدة يعمل خطأ ويجي الرب مش يسمح بأزيته لكن الرب بنفسه خلى قوانين اللي يعمل اخطاء ضد الرب مباشرة ده يموت يموت حصل ايه هو بيخدم الرب هو بيشتغل ولاده معاه ابنه يوثام وابن ابنه احاز جا مرة واحدة عمل خطأ ضد حاجة تخص ربنا ام ربنا موته حصل ايه في العيلة ابنه شاف بابا اللي بيخدم الرب اللي هو رأس العيلة اللي هو مؤمن اللي هو بيعمل نهضة روحية شاف بابا مات ومن الراب ام عمل ايه ابنه الكبير اللي اسمه يوثام ام قالك انا خلاص مش عايز اروح الهيكل ولا عايز اكون مع المؤمنين ولا عايز اعيش مع الايمان انا بطلت اعبد بس انا حسيب الهيكل اللي عايز يعبد يعبد بس انا بالنسبة لي انا خليني على جنب ما كملش المشوار لي لانه شاف حاجة حصلت في العيلة كانت كبيرة بالنسبة لي ما سبش ربنا هو بقى مع ربنا بيحب ربنا لكن اتجرح من ربنا اتجرح لانه شاف ابو تعب شاف ابو مات شاف حاجة ما توقعهاش انه يعملها الرب ده ابوه عامل نهضة ده ابوه عامل حاجة كبيرة ازاي يمكن ربنا ياخد شخص مؤمن عامل نهضة بصوا العهد القديم فرقوا عن العهد الجديد اسمه العهد القديم عهد قوانين قانون ما بيبصش اللي انت قدي ايه صلاحك قدي ايه بتخدم قدي ايه بتعمل هو بيبص للقوانين والشرائع اللي خلاها العهد القديم عشان كده بعض الاوقات تلاقي ناس مؤمنين اقوياء ابطال لكنه تعرضوا للموت بسبب اخطاء غير مقصودة هديكم اتنين منهم على السريع كان واحد راجع من ارض العدو وشيل مع تابوت العهد وبيمشي على العربة وتابوت العهد تابوت العهد ده كان بيرمز لحضور الله مش مسموح غير الكاهن بس انه يشيله يلمسه والرجل بيطيب يتخاطر ماشي بالعربة وام الحيوانات عملت حركة كده كان حيقع على الصندوق لو انت بمكانه هتعمل ايه هتمسك الصندوق عشان ما يقعشي هو عمل زيك هو مسك الصندوق اما لك الرب قتله ليه قتلته قال لي انه الشريعة ما تسمحش لغير اللاوي انه يمسك الصندوق بس ده مش قصده ده ما اعملش حاجة غلط ده بالطيب خاطر كان عايز يحمي حضور الله او يحمي حاجة ليه تصرفت كده شريعة شريعة اديكم واحد شوية اكتر حد يعرف حد اسمه موسى تعرفوا موسى او جمال مصر ولا بكم مصريين طبعاً موسى رب اداله قال له تاخد عيلتك وتروح لمصر وتطلع شعب الله من هناك فاكرين الكلام ده وهو راجع ام ظهر ملاك الرب عايز موته طب ما دع على حياته دعوة ده موسى ده نبي قال اما في قانون كان كسره موسى ايه القانون قال ما كانش مختون ما كانش مختون دقت الموسى لانه ما كانش مختون ما القانون قانون قال نتصفورة ومرهته عملتي اخدت حجر اسمه حجر راحة زي السكينة كده وختنته في السكة عشان ما يموت شي انا قد المثالين دول عشان افهمكم ايه الفرق ما بين قوانين العهد القديم وقوانين النعمة في العهد الجديد احاز واحد من الناس دول اللي حصل عنده مشكلة لما جده مات وابوه ترك الهيكل وما قاش يعبد الرب وافتكر الهيكل ده او افتكر فقط ثقته بربنا وفقط ثقته بالعلاقة والشراكة مع الرب نقل الفكرة دي لأول الناس اللي هم بيته وعيلته كان واحد منهم الكبير اسمه احاز لما شاف ابوه ساب الهيكل وشاب العبادة وسب 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 اصحابه وسب كل الناس وسب كل الخدمة قال لك انا كمان حكمل في ايه ما ابويا سابه جدي مات انا هعمل اكتر من ابويا وحعمل حاجة غريبة جدا ام غلق ابواب الهيكل يعني مش بس هو ما رحش لا هو وقف العبادة لما وقف العبادة انا بقول قصة دي بسرعة جدا بس عشان اواصلكم للآية دي لما وقف العبادة قامت حربة عليه فالكتاب قال لما قامت الحربة عليه انه الرب اتكلمه جاء عليه وبدأ يتكلم معاه قال له انا عايز اديك علامة اديك علامة علامة الايه يا رب قال له علامة للنصرة طب ايه هي العلامة للنصرة قال له هو ذا العذراء تحبل وتلد ابن ويدعى اسمه عمان ايه العلامة الغريبة دي للانتصار ايه العلامة الغريبة دي تعايز تديني علامة اديني مثلا علامة انك تغير مثلا الليل للنهار معجزة اعمل حاجة اكبر اعمل حاجة غريبة اعمل امر يا محدش حمله انت عايز تقول لي العلامة العلامة اسمها عمان وقيل العلامة ايه كانت اسمها عمان وقيل الله معنا تعايز تقول لي العلامة للانتصار انك انت معايا انك انت موجود معايا انك انت بتديني علامة من النوع ده قالوا ربنا حديك علامة من النوع ده علامة دي حتكون مختلفة حتغير حياتك والعلامة دي ما بتدينيش ما بتروحش لأي شخص بتروح دايما لشخص يكون اكتاز في مراحل معينة من حياته ربنا عايز ينقله ربنا عايز يغيره وصل لمرحلة زي احاز اغلق ابواب الهيكل قطع الهق مع الرب مؤمن يهودي رئيس كان رئيس شعب كان رئيس مملكة كان ملك لكنه كان جوائه كان جواز علان من الرب كان جواز مش قادر يرجع يسق في الرب كان جواز مليان بالخوف جرب قال له ثم عاد الرب فكلم احاز قائلا اطلب يعني اطلب ما تسكتشي اطلب لنفسك اية اية ان علامة مش بس كده الاية اللي انت حتطلبها هيكون لها حكتين اول حاجة اطلبها من الرب الهك عمق طلبك عمق طلبك او رفعه الى فوق يعني ايه عمق طلبك بقى يعني ما تطلبش حاجة سهلة تقدر الناس تعملها خلي طلبك عميق خلي طلبك له بعد حتى لو كان طلبك ده من اعماق الارض انا مستعد اني انا اجيبه اعمله لك طب ايه رفع طلبك بقى رفع طلبك يعني لو ما كفكش طلبك تطلبه من الارض انا مستعد لو انت طلبت حاجة من السماء رفعه اي حاجة مرتفعة اي حاجة سموية انا كمان مستعد اعملها لك طب الرب لو جاك النهاردة وقال لك اطلب حاجة مستعصية انت بتكتسفي ضرفة معين انت بتكتسفي حاجة بتأزيك واطلب طلبك كده جمدة جدا تقوله للرب ايه تعتمد على قد ايه انت واثق من كلام الرب لك تعتمد على قد ايه انت ممكن تكون مهتم بانه الرب ده يقولك حاجة هم جدا بصوا لما حصل حاجة على على بيت داود اللي هما ده مجموعة احاز اللي قريناها امتلى البيت بالخوف خايفين كل بصوا الاية اشعية سبعة بيقول واخبر بيت داود قل له قد حلت ارام في افراين الجيش اللي جاي حربك بقى قريب منك ده ملك بعيد عن الرب مالوش علاقة بالرب حصل معاقي فرجف قلبه وقلوب شعبه كرجفان الشجر الوعر قدام الريح تعرف لما المؤمن يتعرض لهجوم ويكون هو بعيد عن الرب اول حاجة يبتدي قلبه من اي حاجة صغيرة يبتدي قلبه كده يرتجف ليه بترتجف قالك انا شفت جدي اكتس في حاجة شفت ابو ياساب ودلوقتي انا ودلوقتي بيت داود كله العيلة كلها بتتعرض لهجوم من العدو دا العيلة كلها اصبحت تحت مرمى نار العدو اعمل ايه لو كان الموضوع يخصني انا كان ممكن اتحمل لكن الموضوع خرج مني انا اصبح يخص كل الناس اللي بيهموني كل عيلتي اولادي احفادي ناس اللي قريبين منهاية يقول فرجف قلبه بدأ قلبه كده جواه يخفق خوف من اللي هيحصل بكرة لانه ما عندوش حاجة ما فيش هيكل ما فيش عبادة ما فيش حاجة ما فيش صلاة ما فيش اي علاقة مع الرب قالك اروح فين دا انا مليان خوف ربي قال له لا ما هياش الموضوع يتقاس بالطريقة دي ولا يتقاس باللي انت بتفكر فيه ولا الموضوع كده يتقاس بالامر اللي انت بتكتاز فيه انت تحتاج النهاردة ارجع علاقتي فيك ارجع ثقتك فيه من جديد سمعوني حتى لو انت النهاردة سبت الرب لأي سبب من الاسباب لأي امر انت اكتست فيه لأي موضوع انت اكتست فيه ما تفتكرش ان الرب حيسيبك حتى لو انت اغلقت ابواب الهيكل حتى لو انت وقفت علاقتك مع الرب حتى لو انت بطلت تصلي حتى لو انت بطلت تعبد حتى لو انت مليان خوف حتى لو انت بتكتاز في امر صعب حتى لو انت بتكتاز في مرض حتى لو انت بتكتاز في حجوم من العدو حتى لو ام عليك جيش من هنا ومن هنا ومن هنا ما تفتكرش لانه في يوم من الايام اغلقت بباب الهيكل او اغلقت حلقتك مع الرب او بطلت تصلي معناها الرب حيسيبك ربي مش حيسيبك رب هو اللي حقيقي يقول لك اطلب لنفسك علامة اطلب لنفسك آية اطلب لنفسك موضوعية رب عايز تعمل ايه ده انا اصلا سيبك ده انا اصلا بعيد عنك ده انا اصلا ثقة فيك تأثرت بسبب اللي انا شفته في ابويا وفي جدي اللي حصل معاهم من اختبارات ما عادش جوايا القدرة اني انا اكمل اقول لك الرب لا انا حعمل حاجة معك انا مش هخليك تتغلب المرة دي انا حخلي حياتك مختلفة وحخلي ظروفك مختلفة وحخلي الامر اللي انت بتكتاز فيه حاجة مختلفة جدا 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 ربنا قال له الاحاز الكلام ده وانا عايز اقضل الكلمتين دولي قبل ما ادخل اكتر شوية في العمق عايز اقول لك مهما كانت ظروفك اللي انت بتكتاز فيها صعبة لازم تخلي قدامك كلمة هامة جدا ما تسمحش للعدو يضحك عليك ويقول لك الرب سايبك الرب مش محتم فيك انت عايش بطولك انت بتعتمد على الابار المشققة اللي لا تضبط ماء انت عايش على ده وعلى ده وده يقول لك ايه وده يقول لك ايه يثبتك تقول له ربنا يحرسك تقول له ربنا يسندك تقول له ربنا يمسك في ايدك ربنا يقودك يسوع عمل كده في العهد الجديد يسوع عمل كده يسوع لما اشتغل على كلمة عمان وقيل في انجيل متى اخذ كل الكلام اللي تقال في اشعياء ده اللي قاله الاشعياء اللي احاس انه انا معك وترجمه للغة جديدة قال له الله معك بالعهد الجديد معناها يهوى معاك يهوى يعني ايه يهوى معناها انا اهيا الذي اهيا يعني ايه اهيا الذي اهيا يعني امتى ما انت مش محتاجني انا موجود رب قال كلمة بالعهد الجديد انا معكم قال له انا هترجم كلمة يهوى بس بطريقتي انا أنا معكم كل الأيام إلى إمتى إلى انقضاء الدهر طيب فيه اسم تاني ليك يا رب بالعهد القديم آه أنت النهاردة أريته مزمور 23 بيقول أنا يهوى الرب الراعي أريته مزمور 23 كان بدايته بتقول إيه ده كان اسم الرب بالعهد القديم والرب يسوع قال إيه بالعهد الجديد أنا الراعي الصالح ليه خراف ولا أحد يقدر أن يخطف خرافي من يدي قال أنا اسمي يهوى صبعوت مش بتقوله دايما يا رب أحرص أولادنا بملائكة مش كده اسمه العهد القديم يهوى صبعوت بالعهد الجديد الرب يسوع قال إيه قال لو كنت وريد لطلبته من أبي أن يرسل أكثر من 12 جيشا من الملائكة الملائكة يا ربي أنت عايز تقول لي إيه عايز أقول لك أني أنا موجود معاك في كل خطوة أنت بتخطوها عايز أفسر لك كلمة عمان وقيل عايز أقول لك عمان وقيل مش معناها بس كلمة ترددها لما ييجي العيد كل مرة بالسنة عمان وقيل هي كلمة تعيشها كل يوم أنا معاك أنا الله القدير أنا إيل شداي أنا ماسك بقوة شديدة فيك في كل خطوات حياتك أنا الإله اللي بيقول لك لا تخف لأني معك أنا الإله اللي بيقول لك اسمي يهوى رافا هو إيه معنى يهوى رافا؟ إيه معنى يهوى رافا؟ معنى أنا الرب شافيك طب ياسوء قال حاجة عن الشفاء إيه رأيكم؟ وكل ما اللمسه عمل إيه؟ نال الشفاء هو عايز يقول لك حاجة هو عايز يوصل لك النهاردة رسالة هامة جدا أنا زي ما وقفت مع أحاز في العهد القديم لما اكتاز في حرب لما كان خايف لما كان منكسر لما كان تعبان أنا قلت لأحاز أنا اسمي عمان وقيل أنا موجود معاك في كل خطوة أنت بتخطوها ما تخافش من عدوك ما تخافش من ظروفك ما تخافش من اللي أنت بتكتاز فيه ما يبقاش قلبك يرتجف لما تسمع أخبار مزعجة لما تشوف حاجة في عيلتك في أولادك في الناس اللي معاك ما بيبقاش قلبك يختط وفين ربنا؟ وربنا ليه مش موجود ومش بيسمعني لما تصلي صلوة ولو ربنا ما استجابش للصلوة دي ما تروحش خاي وفي مرعوب وتقول لا الأمور اللي أنا بكتاز فيها ده أمور صابة ربنا سابني وربنا تخلى عني ربنا بيقولك رسالة بسيطة جدا بيقولك أنا اسمي عمان وقيل كل مرة تطلق الاسم ده بإيمان في حياتك الاسم ده بيشتغل فيك بقوة كل مرة تقول يا ربنا أنا عايز سنة دي السنة دي من بدايتها لآخرها يا رب من بدايتها لآخرها يا رب أنا بسمع حاجة مش كويسة أنا بسمع أخبار مش كويسة الدكاترة العلاقات الناس حوالي كل الناس بتقول لي في حاجات مش كويسة بس أنا عندي حاجة يسمعها عمان وقيل أنا عندي حاجة يسمعها عمان وقيل بتحرسني أنا عندي عمان وقيل بمسك أولادي وأحفادي أنا عندي بس طب من ده طلبت عمان وقيل وما جاش فاكرين وحد اسمه دانيال النبي سامعين بن دانيال هو أنت بقى ثالث شخص في المملكة قبل ما يدخل جب الأسود ولا بعد يا رأيكم بعد ما دخل جب الأسود والرب ربط أفواه الأسود لما خرج من هناك بقى ثالث شخص في المملكة في ثلاثة قبله كان واحد اسمه شدرخ إمتى بقوا الناس المسؤولين عن المملكة قبل الفرن ولا بعد الفرن يعني كان لازم أتون النار يعني كان لازم جب الأسود يعني كان لازم أكتسفي حاجات صعبة يعني كان لازم أكتسفي أمور عظيمة طب إي رأيكم بـ كان جولياد كويس ولا وحش عارفين جولياد سمعين فيه من جولياد ده واحد فلسطيني طويل كده أطول مني وعنده ستة صابع هنا وستة صابع هنا وعنده سيف طول بعرض كده ووقف أربعين يوم يهدد شعب الله ويعيارهم وكان فيه واحد صابي كده مكتوب عنه أشقر العينين وحلو كده كان عنده كم سنة خمستاشر ستاشر سنة دخل كده بالصدفة ولأ ده بيصرخ وبيعيط وعايز يقتل ومش عارف إيه بصوا كلامي لو ما كانش جولياد موجود في حياة داود تفتكروا كان داود حيبقى إيه كان حييجي يجيب الأكل لإخواته ويرجع يرعى الغنم لكن وجود جولياد بحياته عمل منه إيه عمل منه ملك بدل شاول عايزة أقولك حاجة لما يكون عمانو إيهل معاك وانت بتكتاز في جب الأسود ولا بتكتاز في آتون النار ولا قدامك جولياد ولا قدامك مشاكل ولا في شوكة في الجسد بص ومين اللي صلت ثلاث مرات وقال له للرب رفع الشوكة بولوس بولوس صلت ثلاث مرات صلت قال له يا ربي ارفع الشوكة دي عسان ملك الشيطان ضربني ضربه والناس اختارت هو ضربك فين ضربك في جسدك ولا ضربك هنا ولا خلالك شوكة في الجسد مهما كانت حجم الشوكة اللي موجودة ربي قال له إيه قال له أنا عايزة أرفعك قال له تكفيكة إيه يعني كان لازم الشوكة دي عشان تديني نعمة يعني ما تشيل الشوكة ما توقف جب الأسود ما توقف أتون النار ما ترفع جولياد من قدامي ما ترفع مرات قطفار من قدامي أنت ليه بتدخلني بمعصرة كده عشان تقول لي الله معاك ليه بتاخدني أقول لك الرب أنا عايزة أدخلك في المعصرة لأنه بدون المعصرة ما فيش ترقية ما فيش رفعة هتبقى حالك حال أي مؤمن بقاله خمسة وعشرين سنة يجي الكنيسة ويخرج بدون ما يتغير من حياته ولا حاجة المعصرة بتطلع منك بطل إيمان يوسف خطيب مريم كان يحتاج يدخل المعصرة دي آه طبعا معقولة يوسف آه يوسف خطيب مريم احتاج لوقتي من الأوقات أنه يدخل في المعصرة بالمناسبة قبل ما اروح على يوسف تعرفوا الرب لما قاله الأحاز قاله اطلب لنفسك آية وعمك اطلب ورفحه أخونا أحاز قاله ايه للرب قاله لا اطلب ولا اجرب الرب قاله ايه مش هتطلب طلب بعض الناس قدمها بطل يسق في الرب بطل يقوله للرب أنا عايز حاجة خليني يعيش باللي أنا فيه أنا مش عايزة تغير خلي الأمور تمشي زي ما هي يا رب أحاز قاله كده قاله لا هطلب ولا هصلي ولا هعمل حاجة أنا خلاص أنا وصلت لأخري أنا مسلم كل حاجة جال رب عليه قاله بص حتى لو أنت سلمت حتى لو أنت وصلت لأخرك أنا هغير أخرتك أنا هغير اللي أنت مشيت فيه أنا هغير اللي أنت اكتست فيه مهما كان اللي أنت اكتست فيه أنا مستعد أني أنا أغيره مستعد أني أنا أشتغل فيه ومستعد أني أنا ألمس حياتك وغير حياتك بالكامل ربي عايز النهاردة يقول لك أنا عايز أغير حياتك مش زي ما تبقى زي أحاز بصوا متى لقط الحتة دي وأمقالها وحقر لكم الآية من الأول قال له كده قال له سترد ابنان تدعى اسمه إيه هو إيه يسوع معنا يسوع من يعرف عن يسوع يبقى بالعهد الجديد كان عمان وإيه معايا عشان يحميني لكن الموضوع تطور شوية وبقى في العهد الجديد رسالة ليك يا يوسف أن المولود ده ما هوش فقط طفل جاي للأرض ما هوش طفل صغير حتلعبه حتدلعه لا الجاي للأرض ده هو طفل لكن يحمل اسم إيه عمان وإيه وحزيد لك على الشعر بيت عمان وإيه ده الطفل هو معناه الله معانا قال له هغير لك حاجة الطفل ده حيبقى مخلص بصوا الآية بتقول إيه فستلد ابنان وتدعو اسمه يسوع لأنه دواحد وهذا كله كان ليك يتم ما يقيل بالنبي القائل هو للعذراء تحبل وتلد ابنان ويدعونا اسمه عمان وإيه اللي تفسيره الله معنا بعدين والفاستيقظ يوسف من النوم أم صحي من النوم من النوم فعل كل ما أمره ملاك الراب وأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها إيه البكر ودعا اسمه يسوع يبقى عندي حاجة مختلفة في العهد الجديد هو بيقول لي إيه هو بيقول لي زمان القانون انتهى أنا جبت طفل صوير اسمه يسوع هو عمان وإيه هو الآية اللي أنا قلتها في أشعية الطفل ده بقى حيشيل عنك كل القوانين اللي موجودة في العهد القديم هو حيشيل عنك العقوبة اللي أخذها الملك لما مسك حاجة مقدسة هو حيشيل عنك كل حاجة اتعملت لأنه في العهد القديم كان العمل روحي والتأديب فوري لكن في العهد الجديد يسوع أرسل إليك حتى يخلصك من كل حاجة مسكت فيك وبتقومك وتلويك وتأخذ على حياتك حاجة تأذيك يسوع أنا أرسلته باسم عمه نوئيل عشان يرفع كل الضغط اللي موجود على حياتك عشان كده لما تكلم معتي موثاوس قال له إيه قال له وبالإجماع عظيم هو سر التقوى إيه بقى هو سر التقوى الله أزهر من تحفظين الآيات هنا الله عمل إيه يا هو اللي قلنا عنه القدير اللي قلنا عنه الحامي اللي قلنا عنه اللي عنده ملائكة اللي قلنا عنه المسك في إيدك اللي قلنا عنه كل الكلام في العهد القديم بقى معك بس في شكل شخص يتحرك يمشي يولد من عذراء الشخص ده حيرفع عنك كل حاجة ممكن تيجي عليك وتصيبك عشان جايوا معاه كم هائل من البركة والبركة لما تيجي هي أقوى من اللعنة هي أقوى من الشر اللي موجود في حياتك سالة بسيطة عايز رب يكلمك فيها يقولك أنا أرسلتي لك المخلص بس الطفل ده جبته بطريقة معجزية ما هياش طريقة أرضية ولا طريقة سماوية لا أنا أعملت حاجة أقوى أنا جبت إمرأة عذراء محدش لمسها محدش جا جنبها المرأة دي خليت جواها طفل والطفل ده خليت فيه حاجة اسمها اللاهوت لا ينفصل لا يزول لا يتغير من دلوقتي إلى نهاية العالم أنا جبت جواها حكتين جبت طفل بشري خليته وجبت معاه حاجة لهوتية الله جبت ناسوت ولهوت وقلنا لا ينفصل لا في طحظة ولا في طرف تعين عشان أعمليه عشان أخلصك من كل اللي أنت بتكتاز فيه عشان كده وقف أشعياء بآخر الإصحاح ده وقال لنا في إصحاح تسعى الكلمة دي قال أنا فرحان باللي عمل الرب مع أحاز إنه خلص أحاز خلص المملكة رفع الخطية رفع الخوف رفع اللي حصل معاهم وأنا فرحان لأنه الكلام اللي قلته تم كمان في العهد الجديد بعد 700 سنة بس على شكل ربنا أرسل إنسان طب أنا حايز أجمع ما بين أحاز ويوسف أعمل إيه قال لأيا دي حشان يجمع فيها قال لأنه يولد لنا ولد ونعط ابنا الله تبتتكلم عن إيه وتكون الرياسة على كتفيه على كتفيه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيسا للسلام طب إيه وبعدين قال الصفات دي كلها حتمتد 700 سنة جاية ولغاية النهاردة لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داغود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن من زمن أشعياء من زمن أحاز إلى الأباد غيرة رب الجنود تعمل تفعل هذا في مجد في الميلاد ما تطيعوش ما تاخدش الميلاد على أنه احتفال خد الميلاد على أنه عمان وإيه الله معاك خد الميلاد على أنه حاجة بتحرسك خد الميلاد على أنه أمر ليك مخصص السنة اللي جاية ما تخليش السنة اللي جاية وانت داخل فيها تخلي قدامك مليون حاجة تخوفك وترعبك ما تبصش على الحاجات اللي تخوف بص على حاجة واحدة قلوا العيد دا المناسبة دي اليوم دا المميز اللي أنا عايش فيه أنا بعلن فيه مش خوفي ولا ارتباكي ولا مرضي ولا ضعفي أنا بعلن فيه أنه عمى نوئيل معايا وحيبقى معايا ومع ولادي ومع عيلتي لو شفت حاجة غلط في بيتك لو شفت مرض لو شفت حد تتعور لو شفت حادث لو حصل معاك فقد مادي لو حصل معاك ضعفة معين أول حاجة تعملها لو ما تعرفش تصلي ما تعرفش تقول ولا كلمة ارفع عيدك وقول عمى نوئيل الله معنا هاللويا هاللويا تعالوا كده ناخد هاي نصلي نسكو بقلوبنا بكلمة قدام الرب وأي كلمة أنت محتاج تسمعها خلي احتياجك تحت اسم عمى نوئيل أي احتياج تعالوا نصلي أول حاجة لك أنت لو أنت محتاج حاجة أنا بعلن اسم عمى نوئيل الله معنا يجي النهاردة عليك لأنه اسم يسوع هو هو أعلى من كل اسم أنا بعلن اسم يسوع على بيتك خلي أسماء أولادك خلي أسماء أعفادك وإنت حتى لو كنت بعيد عنهم بالجسد عندك سلطان أنك تستخدمه قل يا رب أنا بعلن النهاردة أنه عمى نوئيل في بيتي في أولادي أنا بعلن حماية بالروح القدس تتدفق إلى كل جوانب حياة أولادي وبيتي وعيلتي أعلن اسم عمى نوئيل على كل نشاط بتعمله على كل عمل على كل أمر أنت شعر أنه يحتاج النهاردة أنه تعلن عليه اسم عمى نوئيل قبل ما تدخل أيام عيد جاية لحد اللي جاي احتفالنا لكن النهاردة هيئ نفسك لأسبوع جاي مليء بالحضور مليء بولد اسمه يسوع الولد ده جاي مخصوص ليك من العضراء مريم عشان يغير لك حياتك عشان يلمس حياتك عشان ينشطك من جديد قوم إنهض ما تبقاش زي أحاس لا 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 مش هطلب لا مش هصلي أنا مجروح أنا متروح لا لا ما تبقاش زي أحاس ما تبقاش زي أحاس ابقى زي يوسف قال لما سمع الكلام عملي أم أخذ مراته أم أخذ مراته وأطاع كلام الرب طيع النهاردة وخلي الرب يلمسك في كل ديرة من دوائر حياتك باسم يسوع أمين 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 دعونا نعم